السلام عليكم ورحمة الله معكم مراد أبو ستة في شرح جديد لكافة مستخدمي الماك الشرح يتكلم على مشكلة عامة تواجه مستخدمي الأوس اكس بصفة عامة بغض النظر عن نوع أو صنف أو موديل الجهاز اللي يستخدموا فيه ألا وهي عند الضغط على حرف معين في الكيبورد لتكراره وهذه المشكلة عادة تواجه مستخدمي أشياء بكثرة لا يتكرر الحرف مثلا عند الضغط على حرف معين تظهر لنا قائمة الخيارات الموجودة التابعة لهذا الحرف فمثلا حرف الآي عند الضغط عليه تظهر لنا باقي الحروف الموجودة في قائمته أو مثلا حرف الآي عند الضغط عليه تظهر لنا هذه القائمة باللغة العربية عند الضغط على حرف الهاء لتكراره في ضحكة مثلا لا يتكرر إلا عند الضغط أكثر من مرة على الحرف هذه العملية مزعجة قليلا لبعض المستخدمين لحل هذه المشكلة حتى يصبح عند الضغط على حرف معين يتكرر نمشي لSpotlight Search نكتب Terminal ونضغط على Terminal بعد يفتح عندنا Terminal زي ما نشوفه فيه كود مكتوب هنا تكتبه بالحرف من غير أي أخطاء الكود defaults space right space dash g space apple press and hold enabled space dash bool space false فيه في apple وpress and hold بداية الحروف capital الرجاء التركيز في هذا الموضوع راح تلقو هذا الكود ان شاء الله في الـ description خوده copy وحطه في الـ best في الترميل وضغط انتر هذه العملية مش راح تتفعل أول ما تضغط انتر فما زلنا عند الضغط تظهر عندنا ولكن راح تتفعل بعد الضغط على logout والدخول من جديد تسجيل الدخول من جديد عندها راح تشوف التغيير وهي عنده الضغط على حرف معين راح يتكرر راح نشوفه بعد تسجيل الخروج شين التغير اللي صار على هذا الكل بعد قمنا بعمل logout ورجعنا login نلاحظوا هذا التغير عند الضغط على حرف معين مطولا راح نلاحظوا عند الضغط على حرف معين مطولا نلاحظوا انه يقوم بتكراره مثلا عند الضغط على حرف الها يقوم بتكرار حرف الها وتظهر ضحكة لإلغاء هذه العملية والرجوع لكيف مكان يعطي خيارات للحرف تكتب نفس الكود ولكن بدل false في الأخير تكتب true يعني تعكس العملية وتضغط enter بعد الضغط على enter تسجل الخروج ودخول من جديد ورح تلغى هذه العملية نتمنى الشرح يكون أفادكم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة